أهلاً أعزائي يصرنا أن أستضيف إلى هذه الحلقة شخص مش غريب عنه كان عدة مرات في برامج متعددة وأكيد بتتذكروا البرنامج الخاص اللي عملنا عن فلك نوح يصرنا أن أستضيف وأقدم دكتور ناجي اسكندر دكتور ناجي هو زميل الكلية الملكية للجرحين في إنجلترا أهلاً وسهلاً دكتور ناجي إحنا كثير مبسوطين أنك معنا كمان مرة اليوم أهلاً يا سيس نزار أنا سعيد جداً أن أكون في البرامج الرائعة اللي حضرتك بتقدمها اللي بتتعامل مع أمور حقيقية بيوجهوها الناس ومحتاجين إلى إجابة من كلمة الله شكراً جزيلاً عدة مرات أنا ذكرتي ممكن نفس الفكرة أنت طبيب جراح إليك مكانتك شو اللي خلاك تترك الجراحة وتركز بشغف وبحب في إنك تعالج موضوع الإلحاد واللي بنشوفه في هذه الأيام الحقيقة أنا بشكر الرب لأنه أعطاني مهنة ممتازة وهي مهنة الجراحة اللي مرستها في بريطانيا لمدة 25 سنة في السنوات الأخيرة الرب وضع على قلبي أني أركز على الدفاع عن أساسيات الإيمان المسيحي المذكورة في تكوين واحد لـ 11 ولأنه ابتدت أسئلة الشباب تكتر جداً ويقولوا أنه إحنا جينا من شوية تفاعلات كيموية عملتنا والله مش موجود ده بيخلي كل أساس الإيمان ينهار وساعتها الحياة ما يكون لها شمعنا لأنه إحنا لو جينا من شوية تفاعلات كيموية وتنتهي حياتنا إلى لا شيء فجينا من لا شيء وننتهي إلى لا شيء حياتنا في النص تساوي لا شيء برضو فالموضوع مهم جداً وخطير لأنه بيعطينا معنى لحياتنا في شخص مشهور جداً ريتشارد دوكنز بيقول أنه إحنا مصنوعين من الـ DNA We are dancing to its tunes يعني إحنا بننفذ اللي الـ DNA بتاعنا بيقوله لنا لو إحنا عايشين بالشكل ده تيجي الواحد زي هتلر ما تقدرش تحكمه لأنه هو his dancing to his DNA هو بينفذ اللي الـ DNA بيقوله عليه الحكاية مش كده إحنا خلقنا على صورة الله وشبهه عشان كده لما سقط الإنسان الرب يسوع جاء وفتداه عشان تعود العلاقة تاني مع الله أو أنه أي شخص بمارس أي نوع من إدمان الخطية أي سواء جنسية أو أي إدمانات أخرى وممكن يعز الموضوع إلى موضوع الـ DNA بزرط أنا تكونت كده أنا تكونت كده وأنا تكونت كده بالصدفة لأنه محدش خلقني مزبوط بيلغي إرادة فكر الإنسان بزرط وبيلغي فكرة الله خلقنا على صورته وعلى شبهه اشتركوا في القناة